صادق رئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد للبلاد وصفا إياه بدستور الشعب ووصف سعيد المصادقة على الدستور باليوم التاريخي للتطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية معتبرا أن ما قام به من إجراءات هو تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ وعلن رئيس التونسي أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد واضف أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الأجال للحفاظ على الدستور وحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد